هذا بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على شرف المرسلين سوف نشرح في حل التمرين السادس من سلسيدات العشرين تمرين من سلسيدات العشرين تمرين على البي جي سي دي أو على مقطع على الأعداد الطبيعية والأعداد الناطقة أولا تمرين هذا وشي يقول الأول قال لك أحسب القاسم المشترك الأكبر اللي عددين 1755 و1053 دايما نستعمل خوارزمية إغليدس شا تقول 1755 1755 تساوي 1553 في كم زايد كم هكذا إذن 1755 قسمة 1553 تساوي واحد فاصل إذن تعطينا تساوي ندل الجزء الصحيح هنا ونديرو 1755 ناقص 1553 تعطينا 702 جماعة إذن هذه 708 تتمثل الباقي وهذه حاصل حاصل قسمة حاصل قسمة ماذا 1755 على ألف وثلاثة وخمسين ألف وثلاثة وخمسين ألف وثلاثة وخمسين تحبط هنا واش تولي لك ألف وثلاثة وخمسين تساوي هكذا وألف وسبعمية واثنين تحبط هنا إذن تولي لك ألف وثلاثة وخمسين قسمة ألف وثلاثة وخمسين عفوا ألف وثلاثة وخمسين قسمة 702 هكذا تعطينا واحد فاصل يعني الجزء الصحيح هنا شعال واحد وبالتالي ألف وثلاثة وخمسين ناقص سبعمية واثنين تعطينا ثلثمية واحد وخمسين يعني زايد ثلثمية واحد وخمسين هكذا أجمع إذن 750 351 في كم زائد كم هذا يسمى الباقي ويسمى الحاصل دايما نذكره 702 قسمة 351 عفوا 702 قسمة 351 تعطينا 2 والباقي إذن PGCD تعني شعال PGCD تع 1053 1755 تساوي 51 قلت لك استعمل نتيجة السؤال السابق كشرح لماذا الكسر 1053 قابل للاختزال الكسر 1053 قابل للاختزال لماذا لأن PGCD يعني القاسم المشترك الأكبر قاسم المشترك لأن على الأقل لديهم نقول الجواب واك على الأقل لديهم قاسم مشترك على الأقل لديهم قاسم مشترك واحد اللي هو 351 اللي هو PGCD نقوله 351 هو قابل هو قاسم للبس وقاسم للمغام لهذا هو قابل للاختزال اكتب الكسر على شكل قابل اختزال اذا عندي 1053 على 1755 إذن باش نختاز له اللي من نعيطه نعيطه موسيو PGCD موسيو PGCD واش نديرولو يقسم مننا البسط ويقسم مننا المقام PGCD شعال لقينا حقك 351 351 هكذا 351 إذن نقسم البسط نقسم البسط تعنا اللي هو عفونا البسط تعنا نقسمه اللي هو 1053 قسمة 351 نسيبه ثلاثة هكذا جمعة على 1755 1755 قسمة 351 نسيبه 5 وبالتالي الاختزال هذا العدد هو 3 على 5 من بعد قال لك لتكون الأعداد التالية لتكون الأعداد التالية أ وبي قل لك أكتب أ أحسب أ ثم أكتبه على شكل عشاري على شكل على شكل عشاري صح عندي هنا يا إذن قل لك أحسب أ ثم أكتبه على شكل عشاري نبدأ حساب أ أ ماذا يساوي 3 على 5 ناقص 2 على 5 في 7 على 4 هكذا الأولوية لي من باينبلي الأولوية للضرب ترى يا بيا إذن واشتطينا 3 على 5 ناقص الأولوية للضرب عندي كسر في كسر قلنا الضرب كسرين وش لازم نديره البسط في البسط والمقام في المقام يعني 2 في 7 على 5 في 4 واشتطينا تعطينا 3 على 5 ناقص 14 على 20 هكذا إذن عندي عملية طرح ما بين كسرين وش لازم ندير جماعة قلنا عند الطرح ولا الجمع ما نديروش البسط ناقص البسط والمقام ناقص المقام ولا البسط زياد البسط والمقام زياد المقام لأنه كي تكون عندنا جمع لازم لازم يكون لازم يكون عندنا المقام موحد إلا ما كانش موحد ما درنا ناقص المقام يعني لازم نديروه لازم نوحده طي جماعة إذن واش عنا عنا 3 على 5 ناقص 14 على 20 نوحده المقام لاحظوا باللي المقام 20 هو من مضاعفات 5 يعني كنا نضربه 5 في في 4 تحل تعطينا تعطينا 20 وبالتالي 3 على 5 نضربها في 4 هكذا ناقص 14 على 20 هكذا 5 في 4 تعطينا 20 شنسينا أنه البسط ما ضربناش في 4 هذا الخطأ بزاف يديروه تلم أنه يروح يضرب المقام في 4 وما يضربش البسط في 5 يعني لازم البسط تعنا لازم نضربه عفوا في 4 في نفس العدد يعني لازم نضربه كما ضربنا المقام ضربنا في 4 لازم من البسط أيضا نضربه في 4 إذن واشتعطينا 3 في 4 كم 12 ناقص 14 احنا 5 في 4 20 و14 أيضا على 20 إذن وحدنا المقامات وبالتالي هاي لدينا 12 ناقص 14 شعر تعطينا تعطينا ناقص 2 على 20 هكذا إذن ناقص 2 على 20 نقوم باختزاله نقوم باختزاله ناقص 2 على 20 ماذا يساوي ناقص 2 على 20 ماذا يساوي نقسم البسط على 2 والمقام نقسمه على 2 هكذا إذا نستطيع تعطينا ناقص 1 على 10 ناقص 1 على 10 ويساوي ناقص 0.1 هلنا نكتبناه على شكل عشاري من بعد قللك اكتب العدد على شكل كتابة علمية قال لك اكتب العدد على شكل كتابة علمية لاحظوا مليح معايا بماذا يساوي يساوي 2 في 10 قوة 2 في 10 قوة 2 في 1.2 في 10 قوة ناقص 3 لكل أس ربعة على من على 0.2 في 10 قوة ناقص سبعة ليس كذلك صاح باش نبسطوا هذي الكتابة لازم نديرو وين كين الأعداد نجبدوهم الطرف وين كين الأس وين كين الأس نجبدوهم الطرف يعني نحزبو الأسس وحدهم والأعداد العادية وحدهم إذن عندنا هنا يعادنا 2 ويعادنا 1.2 راه في البسط وعندنا 6.2 راه في المقام يعني واش نديرو نديرو 2 في 1.2 على من على 7.2 هكذا ويش يبقى لنا الأسس يبقى لنا 10 قوة 2 ويبقى لنا هذا ويبقى لنا هذا إذن ندرمو 10 قوة 2 في 10 قوة ناقص 3 لكل أس ربعة هذه عنا هادرع لها هادرك وعندنا 10 قوة ناقص 7 جماعة لقد نبدوهم بسطو عندي 2 في 1.2 شعل تغطينا تغطينا 2.4 قسمة 2.4 قسمة 7.2 إذن في كم في 10 قوة 2 في 10 قوة جماعة أنا عندي هنا عشرة قوة ناقص 3 قوة 4 هذه ويستطينا تبعوا مليح معايا كينا نرى من ناسين ندلهم بالخطف تذكير جماعة كيكون عنا مثلا عنا لكل أس أم وش يطينا يطينا أ أس أم في أم أليس كذلك يعني مثلا نطيكم مثلا عندي 10 قوة 3 لكل قوة 7 ويستطينا تطينا 10 قوة 3 في 7 تطينا 10 قوة 21 هكذا صح أنا ذلك عندي 10 قوة 3 قوة 4 ويستطينا تطينا 10 قوة 3 في 4 علاما على 10 قوة على 10 قوة ناقص 7 إذن نزيد نزيد بسط 2 2 4 قسم 7 2 2 2 4 قسم 7 2 2 2 12 12 في كم تبعون اللي حماية في 10 قوة عندي هنا 2 وهنا ويش عندي عندي ناقص 3 في 4 كم ناقص 12 ناقص 12 ناقص 12 هكذا وهنا عندي في المقام راهي 10 قوة ناقص 7 شا قلنا في التمرين السابق قلنا باللي كي تطلع 10 قوة ناقص 7 كي تطلع 1000 ويش ترجع ترجع قوة زيد 7 هكذا ومبادوش تعطينا تعطينا 12 في 10 قوة كم في 10 قوة 2 ناقص 12 تعطينا ناقص 10 ناقص 10 زيد 7 تعطينا ناقص 3 هكذا تعطينا 12 12 10 قوة ناقص 3 هل هو مكتوب بي هل به هو مكتوب على الشكل كتاب علمية لا ما هوش مكتوب على الشكل كتاب علمية إذن عندي 12 في 10 قوة ناقص 3 نكتبها كتابة علمية أحنا لديها الانفاصلة هنا هذا يعني لكم الفاصلة هذه 12.0 نزيح الفاصلة إلى اليسار واحفل واحد فاصل اثنين مع sheet اوراقحش ناقص 3 تبقوا من الحماية عندما آزحنا الفاصلة إلى اليسار وش معنتها عندما آزحنا الفاصلة إلى اليسار نقوم بإضافة زيد واحد لأنه احنا آزحنا الفاصلة اليسار بشعال من العدد بعدد واحد يعني هناك كانت هنا ولا هناك يعني مدام أضفنا مدام أزحنا اليسر بعدد واحد تنضير زايد واحد وبالتالي تعطينا كين درس نحن نضيره ملخص سبيسيال للكتابة العلمية نضير لكم وين تنضيره زايد وين تنضيره ناقص نحن نضيره في فيديو بإذن الله سكون نحتاجه في سنة الرابعة نجي بزاف التمارين إذن ما منحتاجه في سنة أول في الثانوي في الطور الثانوي خاصة في العلوم الفيزيائية تحتاجه بزاف إذن تعطينا واحد فاصل اثنين في عشرة قوة ناقص ثلاثة زايد واحد كم تعطينا ناقص ثلاثة وبالتالي بي المكتوب على الشكل الكتابة العلمية واحد فاصل ثنين في عشرة قوة ناقص ثلاثة وهذا هو المطلوب